ولدعم الفلاح المصري أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المخاصيل الزراعية وطلب الرئيس السيسي بعدم الاعتداء على الأراضي الزراعية طب من الناس عليهم وأرجو أن السعر برضو اللي احنا بنقوله ده ضمان معناه إيه الأول بس وأكيد الإخواننا اللي في الريف عارفين كده أن ده الحد الأدنى اللي أنا حدفعه صح لكن لو السعر العالمي علي أو أكثر هندفع أكثر مش كده برضو صح يعني لو النهاردة الأمح بنقول تعقدنا على رقم والرقم ده ضمان بقول أنا ده الحد الأدنى اللي سأخد به منك الأمح طب زاد الأمح في العالم هنشتري بالسعر اللي هو وقت الحصاد مش كده أنا بأكد بس على النقطة ديت لكل 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 لإحنا قلنا الأمح والدرة والرز 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 خلي بالكم للإخواننا اللي في الريف الأرض اللي معاكو غالية جدا 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 فأنتو استفيدوا منها أحسن ما نهدرها في تعدي عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة